تم صباح اليوم بمقار شركة مزاد التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة مزاد والعربية للمزادات وقد وقع الاتفاقية نيابة عن شركة مزاد السيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد وعن العربية للمزادات السيد عبدالله مطر المناعي المدير التنفيذي للامارات للمزادات بمجب الاتفاقية تقوم العربية للمزادات بتنظيم وإدارة مزاد للأرقام المميزة للسيرات الخاصة والذي سيتم عقده يوم الخميس المقبل بهذه الملاسبة صرح السيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد أن هذه الاتفاقية مع العربية للمزادات انطلاقة هامة لشركة مزاد لتعزيز تعاونها مع الشركات التي تمتلك خبرة طويلة في تنظيم المزادات وفق المعايير الدولية وقال إن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها اليوم سيعهد بمجبها إلى العربية للمزادات في الإشراف والتنظيم للمزاد الأول لبيع الأرقام المميزة للسيرات الخاصة وأشار إلى أن شركة مزاد سوف تستفيد من كافة الخبرات في تنظيم المزادات لتحقيق الأهداف الموضوع للشركة وأضاف أن المبالغ المحصلة من بيع الأرقام المميزة للوحات السيرات الخاصة سيتم إيداعها في وزارة المالية وأوضح أن الدور الهام الذي تنتطلع له في المرحلة المقبلة من تنظيم المزادات بشتى أنواعه يأتي ضمن التوجه نحو زيادة وتنويع الموارد المالية معربا عن تقديره للشركة العربية للمزادات وما أبدته من استعداد كبير للتعاون في تنظيم هذا الحدث الأول الذي تنظمه شركة مزاد من جانبه أعرب السيد عبدالله مطر المناعي عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية بين شركة العربية للمزادات وشركة مزاد معتبرا أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة طيبة ومبشرة لانطلاق وتيرة العمل في مملكة البحرين إلى جانب مزاد خاصة في ظلم تمتاز به السوق البحرينية من سمعة وبنية تنظيمية مشجعة على إقامة مختلف الفعاليات بما فيها المزادات العلنية ووعد المناعي بتنظيم مزاد مميز مؤكدا أن العربية للمزادات ستضع كل ما تملك من خبرة تزيد على أربع عشرة سنة للعمل إلى جانب مزاد لضمان نجاح المزاد الأول الذي يقام في مملكة البحرين على الأرقام المميزة للسيرات الخاصة وسيكون محبو اقتناء الأركام المميزة على موعد المشاركة من خلال التسجيل للدخول والمزايدة على الأرقام المفضلة لديهم اشتركوا في القناة